ادلة دامغة تكشف يوما بعد يوم لتؤكد تورط ايران بشكل مباشر بقصف منشآت ارامكو السعودية صور التقطت بقمر اصطناعي لم تنشر بعد تتحدث عنها شبكة سي بي اس النيوز الامريكية وتظهر قوات الحرس الثوري الايراني وهي تهيئ ترتيبات الهجوم في قاعدة الاحواز الجوية الشبكة التي تحدثت عن الصور تؤكد علاوة على ذلك ان المرشد الايراني علي خامنئي وافق شخصيا على الهجوم على المنشآت النفطية مشترطا ان ينفذ بطريقة دقيقة تبعد الشبهات عن بلاده محاولة ايران ابعاد الشبهات عنها واسناد الفعل لاحدى ميليشياتها وخصوصا للحوثية في اليمن يدل على خوفها من المواجهة المباشرة مع خصومها وتفضيلها لعبة الحرب بالوكالة عن طريق اذرعها الطائفية في المنطقة وهي التي تجيدها منذ ان وصلت للحكم اواخر سبعينيات القرن الماضي قصف منشآت ارامكو برأي مراقبين يستوجب ردا لن يطول انتظاره لكن طبيعة هذا الرد تتعلق بحسابات الخصوم ومراعاة الظروف الاقليمية ثلاثة سيناريوهات محتملة لطبيعة الرد الاول اقامة تحالف دولي لضرب ايران وعدم انفراد الادارة الامريكية بالضربة وتشير الوقائع الى ان واشنطن قد تذهب الى تشكيل هذا الحلف السيناريو الثاني تحضير ضربة مفاجئة لايران وسبق لصحيفة نيويورك تايمز انها ذكرت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لايران ردا على اسقاط طائرة استطلاع مسيرة قيمتها 130 مليون دولار لكنه تراجع عن التنفيذ في الدقائق الاخيرة السيناريو الاخير والاقرب الى التحقيق بحسب مراقبين هو احالة قضية قصف منشآت ارامكو النفطية الى مجلس الامن لاستصدار قرار شديد اللهجة ضد طهران قد يكون تحت الفصل السابع وربما يشمل ضربات تأديبية للنظام الايراني او الاكتفاء بتشديد العقوبات عليها مع اضافة هذا الملف لرزمانة اوراق الضغط والمساومات السياسية بين واشنطن وخصبها المفترض النظام الايراني اشتركوا في القناة